Hello everyone, how are you? أهلا وسهلا فيكم يا صف الثامن على قناتي الإنجليزية مع دعا أرجو متابعتي خطوة خطوة حتى تتمكنوا من حل التمارين بشكل صحيح. لا أحد يسألني عن الحل. أرجو إخبار أصدقائكم بهذه القناة حبوا بعضكم البعض. ساهموا بتعليم طفل. لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب. تفعيل الجرس سيصلكم كل جديد. معكم أنا دعا الديبو. Let's begin. مجو والوان سكول ديز طبعا المجو والوان هو الوحدة الأولى واللي بتضم الوحدة الأولى والوحدة الثانية سكول ديز هي أيام المدرسة أوكي المجو والوان يونت وان فيوتشر بلانس طبعا هي خطط المستقبل هي هيك عنوان الوانت وان الوحدة الأولى. الاسبيكن واليونت بلان هدول أنا ما عم بتدخل فيهم أبدا هدول على الإستاذ ضمن الصف يعني أوكي إذن عنوان الوحدة الأولى يعني خطط للمستقبل أو خطط مستقبلية هنا بدي أقرأ النص ويقوم بالمهام في الأسفل المدارس في الماضي الحاضر والمستقبل عم يقول في الماضي يعني بالماضي منذ 30 سنة مضت there were no computers or internet لم يكن هناك حواسيب أو internet as we have today كما لدينا اليوم في ذلك الوقت schools weren't provided by technology innovations of our time عم يقول لم تزود المدرسة weren't provided لم يتم تزويد المدارس by technological innovations بالابتكارات أو الإبداعات التكنولوجيكال يعني الإبداعي التقنية التكنولوجيكال التكنولوجية أو التقنية of our time لوقتنا هذا يعني ما كان فيه هالابتكارات التقنية إلى يومنا هذا the 21st century القرن ال21 أو مدارس قرن ال21 لأنه في عندي بعضها schools have changed تغيرت with the development of modern technology بتطور التكنولوجيا الحديثة on the needs of students وحاجات الطلاب nowadays في هذه الأيام teachers and students الطلاب والمدارسين use modern technologies يستخدمون تكنولوجيا حديثة they are using the internet computers laptops mobiles on a number of other means إذن هم يستخدمون الانترنت computers الحواسيب laptops mobiles on a number of other means وأيضاً عدد من الوسائل الأخرى which continually والتي هي مستمرة being improved on update يعني كونها يتم تحسينها updated يعني مواكب للعصر أو للوقت modern technologies التكنولوجيا الحديثة have played a major role لعبة دوراً رئيسياً in education في التعليم so that teachers no longer have to rely on their traditional ولهذا فإن ولهذا فإن المدرسين لا يعتمدون على relyهم لا يعتمد على their traditional methods على أساليبهم أو طرقهم التقليدية of teaching من التدريس that's why the concept ولهذا فإن الفكرة of a future school من المدرسة المستقبلية أو مدرسة المستقبل comes in من هون إجد الفكرة يعني a future school combines high quality education المدرسة في المستقبل تضم high quality education يعني تعليم عالي المستوى the possibility of new technologies بإمكانية لتكنولوجيا جديدة in order لكي to convey ينقل useful الفائدة and practical knowledge والمعرفة التطبيقية future educators المتعلمين في المستقبل will have to face سوف يكون عليهم أن يواجهوا the fact that students بحقيقة أن الطلاب will need to learn in a flexible هم بحاجة الطلاب لأن يتعلموا ب flexible هون صفة لكلمة اسم بعدين اسم بعدين هو flexible personalized format يعني لتنسيق شخصي flexible مرين أوكي يعني بد يكون في شكل شخصي مرين هيك بد يكون هيك بيكون بحاجة الطلاب في المستقبل this may mean having وهذا يعني امتلاك أمر تكنولوجي فوكس صف معتمد أو مركز على تقنية أكثر في هذه المدارس المستقبلية students will prefer their learning experience to meet their interests الطلاب سوف يفضلون تجاربهم التعليمية to meet their interests لتلبية اهتماماتهم their academic needs and their future requires احتياجاتهم الجامعية ومهنهم المستقبلية some of the main features بعض من السمات الرئيسية that are expected to be changed التي من المتوقع أن تتغير in the system of future schools في نظام المدارس المستقبلي are أو she flying vehicles instead of school passes العربات الطائرة بدلا من باصات المدرسة robotic teachers instead of humans أيضا المدرسين الربوتات بدلا من الإنسان practical work more than books العمل التطبيقي أكثر من الكتب keywords عندي to provide يزود to give something to be used أن تعطي شيء مال للاستخدام innovations ابتكارات ideas or ways of doing new things أفكار أو طرق لعمل شيء جديدة مجر رئيسي very important مهم جدا rely depend on يعني يعتمد على concept فكرة idea or plan هي فكرة أو خطة idea فكرة و plan خطة to combine ليجمع to put two or more different things together أن تضع شيئين أو أكثر سوية تن 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 ينقل to make ideas known to somebody أن تجعل أفكار معروفة لشخص ما practical عملية connected with real situations rather than ideas practical عملية connected with real situations rather than ideas التواصل مع الحالات الحقيقية أكثر من أو الحالات الحقيقية أكثر من الأفكار يعني تطبيق عملي flexible marine able to change أو مناسب لأفكار أو لحالات جديدة situations حالات to personalize personalize يعني شخصي يعني شخص to make something belong to a particular person أن تجعل شيئا ما ينتمي لشخص معين فرمات شكل أو تنسيق the general plan or design of something هو الخطة العامة or design أو التصميم لشيء ما نحن قلنا عنه تنسيق أو قلنا عنه شكل عندي المهمة to answer the following questions أجب عن الأسئلة التالية when how have the 21st century schools changed كيف كيف تتغير أو كيف تغيرت مدارس القرن 21 كيف تغيرت مدارس القرن 21 2 what does they bold in text refer to 3 why does a future school combine high quality education with new technologies لماذا المدارس المستقبل تجمع التعليم بمستوى عالي أو بنوعية عالية مع التكنولوجيا الجديدة 4 what will classrooms focus on in the future 5 mention one of the main features that are expected to be changed in the system of future schools اذكر واحدة من السمات الرئيسية التي من المتوقع أن تتغير في نظام مدارس المستقبل عندي المهمة ب circle the correct answer a b or c هون بدنا نختار الجواب اما a تعروف او b c عندي one before that 21st century technology was it's used today طبعا شوفي عندي احتمالات عندي a never used as b used less than c used the same as انتبه بنا نرجع على النص اوكي اه two students will prefer their learning experience to be فراغ in future schools كيف بفضله التجربة التعليمية عندي عندي الاحتمالات a neglected مهملة be prevented ممنوعة see satisfying مرضية three nowadays technologies التكنولوجيا في هذه الايام are being improved and updated acid يتم تحسينها ومعاصرة عندي a carelessly بعدم اهتمام be continuously باستمرار c completely بشكل كامل for modern technologies have laid a far in education التكنولوجيا الحديثة have laid لعب a far in education في عندي الاحتمالات a mean rule دور رئيسي b minor rule دور ثانوي see mean function مجرد وظيفة هلا في عندي five future education will التعليم بالمستقبل سوف يكون عندي a b based on traditional ways سوف يكون معتمد على طرق تقليدية b depend on functional activities سوف يعتمد على نشاطات وظيفية c rely on books during school work سوف يعتمد على كتب خلال عمل المدرسة vocabulary complete the sentences using the words below هون بدنا نكمل الجمل مستخدمين الكلمات في الأسفل عندي combined اجتماع او اجتمع او جمع rely يعتمد على innovations اختراعات او ابداعات concept فكرة مجر رئيسي provides يزود flexible marine when smoking is one of the for causes of cancer طبعا التدخين هو احد فراغ المسببات للسرطان يعني الاسباب الكذا الاسباب الرئيسية مثلا للسرطان عندي two you need to be more انت بحاجة لان تكون اكثر فراغ when you deal with other people عندما تتعامل مع الناس three this hotel هذا الفندق فراغ good services حدما جي for the guests للزوار او للضيوف four nights are more effective وين فراغ وز اكسرسايز المقل نحن الديت او الرجيم يعني النظام او الحمية الغذائية بتكون اكثر فعالية عندما فراغ مع التمرين او التدريب او الرياضة يعني five five people in this village الناس في هذه القرية فراغ on the river for their water على النهر من اجل مائهم six many people feel excited by the speed of technological الفرق نص القراءة we go to the park يعني هي عادة هاني هو يريد البوزة whenever متى ذهبنا متى ما ذهبنا الى المتنزه يعني كما بدنا الفعل شكله مع الحاضر المستمر طيب عندي نحن عادة نحن و هذول كنات ونحن مستخدمون مع الحاضر البسيط ورجعوا على الحاضر البسيط بالفيديو اللي انا نزلت لكم ورجعوا وقرؤوا منيح منيح كيف يكون شكل الفعل وكيف تتقلى في الجملة وشو الكلمات المرافقة طيب عم بيقول طبعا ازا ما حطيتوا مع القراءة بحطوا مع النشاط لانه حسب عدد الشرائح اللي بيكون انا عندي اياهم بالفيديو طيب عم بيقول عندي تصنع او تحضر الغداء الان هم سوف يزورون ولا يزورون المتحف الوطنين تبغو نكست ويكا السبوع الجان هو سوف يمضي عطلته في اللازقية الصيف القادم خط